ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله شوفوا الروينو السيبل لدارها شباب هازين جناوة تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة امنى باني ماكاذا بمدينة طنجا يوم الثلاثة 25 يونيو الجاري من توقف ثلاثة اشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 24 و 31 سنة وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتبادل العنف والتهديد باستخدام السلاح الابيض وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وفاد مصدر امني بان مصالح امن طنجا كانت قد تفاعلت مع شريط فيديو منشور عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي يظهر فيه ثلاثة اشخاص يتبادلون العنف بواسطة السلاح الابيض باحد احياء منطقة بني ماكاذا حيث اصفرت الابحات والتحرية المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم والعطور بحوزتهم على اسلحة بيضاء و17 قرصا مخدرا وعبوات لصاق مخدر واضف المصدر ذاته بان عملية تنقيط احد الموقفين بقاعدة بيانات الامن الوطني اظهرت انه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من طرف مصالح امن طنجة لتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الابيض هذا وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن جميع ظروف ملابسة هذه القضية وكذا تحديد كافة الافعال الاجرامية المنسوبة للمعنيين بالامر